موسيقى عندما كورت عندما كل آياتها صورت قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب وللنجم كن أنت منها قريب ثم خط على الأرض منعطفان تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل كل بأمر يساق وأتى الصوت كوني فكان العراق أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج ستوديو الناس في هذه الحلقة الخاصة باليوم الوطني العراقي يوم الاستقلال طبعا في هذه الحلقة أيضا أنتم بإمكانكم المشاركة من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة للتعبير عن آراءكم ولنقل أيضا مشاركاتكم أيضا إلى الجهات المعنية وإلى كل جميع من يشاهدنا في برنامج ستوديو الناس اليوم حلقتنا حلقة خاصة نحن دائما في برنامج ستوديو الناس تعودنا على أن ننقل مشاكل الناس وواقع الناس إلى الجهات المعنية لكن اليوم نحن في يوم خاص وفي اليوم الوطني العراقي المعروف وطبعا كلكم تعرفون تاريخ العراق العريق لذلك نتمنى من قبل المتصلين ومن قبل المشاركين أن يشاركون أفراحهم ويشاركون أيضا كل التهاني إلى كل من يرغبون وفي نفس الوقت إذا كانت هناك بعض المناشدات لا بأس أن نستقبلها في هذا اليوم لكن خلينا اليوم نكون إيجابيين خلينا اليوم نذكر باليوم الوطني وبالعراق وبتاريخه لذلك يا حبيتي المشاهدين قبل أن نستقبل اتصالاتكم خلونا نشوفوا ياكم هذا الفاصل الغنائي ومن بعدها نرجع لكم اشتركوا في القناة هل أرى هل أرى هل أرى سالما مدعما وغالما مكرما سالما مدعما وغالما مكرما هل أرى في علاق كبير ورسنا كبير ورسنا موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يمين أو يمين نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبير كالعبير لا نريد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة كلنا المعبدة وعيشنا المنجدة لا نريد لا نريد نجدنا كله نجدنا كله موطني 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 الحساب واليراء الكلام والنزاء رمزنا رمزنا نجدنا وعهدنا وعجم إلى الوقا يغزنا يغزنا عزنا 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 قاية تشرف ورعية تلطرف قاية تشرف ورعية تلطرف يا هناء في عداء قارغا وعداء قارغا وعداء موطني 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 الجلال والجمال والسلام والبهاء في الماء في الماء والحياة والنجام والرنام والرجاء في ذواء في الماء الأمام الأمام سالماً وناماً وغيراً كل عام والعراق بألف خير كل عام وبلدنا الحبيب بخير وسعادة وكل عام والعراق بعيد عن الشر بعيد عن الخلافات وبعيد عن كل ما هو يحصل في العديد من البلدان وللأسف إحنا اليوم في العراق كل أمنياتنا أنه يبقى العراق شامخ وعالي لأن هو هذا العراق كل عام والعراق إن شاء الله بعيداً عن القتل بعيداً عن الجرائم بعيداً عن المخدرات بعيداً عن كل جوانب السلبية كل عام والعراق يعيش في أفضل أحوال طبعاً أحبة المشاهدين خلونا نستقبل اتصالاتكم وأراءكم حول هذا الموضوع الجميل اليوم عدنا أيضاً اتصال من الأنبار علي من الأنبار نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نهنيكم في هذه المشاركة يا رب نشارك وإياكم بها يعني وسهلاً كل سنة وكل عام وأنتم بألف خير وأنتم بألف خير يا رب إن شاء الله يا ربي وإن هنيكم بها إن شاء الله يا رب المناسبة الحلوة أجمعين إن شاء الله شكراً جزيلاً أختيع عليها يا ربي الله يسلمك بعد عمري يا أنا وسهلاً وأكثر شيء أهني أهني خميس الخنجرب هاي المبادرة اللي جاي يمشي بيها نعم توصل نعم إن شاء الله توصل التهاني للشيخ شكراً جزيلاً آمين يا ربي وإن شاء الله يا رب العراقي يا أنا وسهلاً أختيع عليها شكراً جزيلاً مشاركتك إذن أحبتي المشاهدين طبعاً إحنا اليوم ذكرنا في بداية الحلقة خلي يكون اليوم إهجابي خلي يكون اليوم تهاني ورسائل حب إن وصلها إلى المجتمع العراقي وإلى كافة أطياف الشعب إحنا اليوم في العراق برغم كل الظروف وبرغم من كل الأزمات اللي مار فيها العراق لكن وظل شامخ وظل صامد وظل ثابت ليش لأنه هذا هو العراق طبعاً لربما الكثير اليوم يعني عدهم بعض الإحباط بعض اليأس عن واقع البلد اللي نعيشه لكن احنا اليوم نقول خلينا نترك كل شي ونبقى نذكر ونبقى يعني نفرح بهذا اليوم مثل ما نقول يوم الاستقلال واليوم التاريخي اللي كان الى العراق اللي انضم في عام 1932 الى عصبة الأمم كأول دولة عربية طبعاً بعد الفترة اللي مرت بيها بخصوص الاحتلال البريطاني في عام 1916 ومن بعدها الى 1920 واللي حصلت الثورات الشعبية ضد يعني الانتداب البريطاني ومن بعدها في 1930 توصلت يعني تم تنصيب الملك فيصل بن حسين ملكاً على العراق وهذه التفاصيل احبة المشاهدين الاخرى ايضاً اللي تم ذكرها من قبل الكثير وطبعاً هذا تاريخ موجود هذا التاريخ لا يمكن نسيانة احبة المشاهدين احنا اليوم نقول انه راح نستقبل كل الاتصالات ونتمنى يكون اليوم مبارك على جميع العراقيين عندنا اتصال اخر ابو محمد من كركوك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اخوة ابو محمد منهنى الشعب العراقي بمناسبة عيد الوطني المبارك ان شاء الله يعني وسهلاً وانتبعه الخير يا رب وعيد السلام علينا ان شاء الله على العراقيين جميعاً ان شاء الله منهنى الشيخ خميسة الخنجر نعم بارك الله بكم يوصل يوصل ان شاء الله توصل التهاني للشيخ شكراً جزيلاً على مشاركة اخوة العزيز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اذا احبة المشاهدين احنا نقول انه بهذا اليوم خلينا شوية راجع انفسنا خلينا نبدأ صفحات من جديد خلينا ننسى الخلافات ننسى الماضي خليكون عندنا اليوم حلقة خاصة ويوم خاص يعني نحتفل به بالعراق وطبعاً احنا ايج قد ما نريد نقول ايج قد ما نريد نحكي انه احنا في دائماً في برنامج ستودو الناس كنا نحاول ننقل اصوات الناس ومشاكلهم ومناشداتهم لكن انت احياناً في صفحات من التاريخ لما تشوف تاريخ بلدك لا يمكن انه تمر مرور الكرام الا ما تشوف هذا التاريخ العريق ونقول انه يا رب ان شاء الله من خلال هذا اليوم نستغل ايضاً هذا اليوم التاريخي وهذا اليوم اللي عرفه بيوم الاستقلال ومثل ما ذكرنا قبل قليل العراق كان الى تاريخ كبير جداً في العديد من الازمات وفي عديد من الظروف اللي قدر يخرج فيها واللي قدر انه يرجع الى بصمته المعروفة وطبعاً العراق اللي هو بلد الرافدين اللي هو ارض السواد جد ما نريد نحتي عنه جد ما نريد نسولف عن تاريخه لا يمكن يحتاج لنا حلقات عديدة طيب خلينا ناخذ اتصال اخر ابو علي من كاركوك نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الاخوة ابو علي شونك اخوة استاذ شو صحة يا انا وسلم هل بيك اخوة العزيز نعم لانه بطل هذه الايام وهذه الساعة اللي مضاركة اللي ينشر بيها بهذه المناسبة العظيمة هذا واجبنا اخوة العزيز نعم وتحية لكم جميعاً شكراً جزيلاً على مشاركتك اذا احبتي المشاهدين دائماً احنا نذكر ونقول انه في ايضاً الجانب الاعلامي هو جانب مهم اللي هو ينقل دائماً اصوات الناس ويكون مع الواقع ويكون ايضاً ينقل للحقيقة ولكن احنا طيلة الفترات الماضية قد لربما نكون وصلنا رسائل الى بعض الجهات المسؤولة وإلى بعض المسؤولين وكانت عندنا مناشدات لكن كل هذا هو في سبيل حتى نوصل الى الحقيقة وفي سبيل حتى نحقق الارادة الاخيرة وهي انه يكون العراق بها شامخ بلد ما يعاني من مشاكل وما يعاني من ازمات وان شاء الله يبقى العراق شامخ مثل ما كان ومثل ما نعرفه عندنا اتصال اخر ام حمزة من بغداد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نشكركم يما على هذا البرنامج ان شاء الله يحفظكم ويحفظكم جميعا ويحفظ العاملين بالقناة وان شاء الله نتمنى الامن والسلام للعراقيين من الشمال للجنوب ان شاء الله اذا احبتي المشاهدين هذه هي الرسالة اللي نحب نسمعها اليوم احنا اليوم خلينا مبتسمين خلينا ننسى كل شيء هذا اليوم مميز يوم بالسنة فنقدر من خلاله انه نترك كل شيء ونبقى من خلاله نعرف اشلون نصحح اخطائنا شون نبدي حياة من جديد شون حتى اكو ذا بعض اكو بعض يعني الجوانب اللي فيها خلل ونقوصات والى اخر هنا نعرف شلون احنا نعالج وشون نوصل ايضا رسالة الى كافة الشعب العراقي بانه احنا ما زلنا مستمرين في عملنا هذا اللي نرغب ايضا اليوم كون برنامجنا يعني ينقل اصوات الناس ايضا نرجو من كل جهة ترى يعني مشاكل الناس انه تستمع الى هموم الناس وتراجع انفسها من جديد حتى نقدر من خلالها نقدر نصحح الاخطاء ونقدر انه نخرج بواقع افضل احنا لما نحكي عن تاريخ العراق لطالما يعني ما بعد 2003 وحتى ما بعد 2003 فترة صعبة جدا وحتى الكل يتفق في نقطة وهو انه دائما احنا كنا يعني نعالج الصعوبات ونقدر شوى نعرف نخرج من الازمات طيلة الفترات وطيلة السنوات الماضية لكن احنا اليوم نقول انه اكو رسائل مهمة واكو يعني هواية جوانب مهمة عندنا بالمجتمع العراقي نحتاج الى انه نراجعها نحتاج الى انه نعيد صياغتها حتى في بعض حتى القوانين في بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية اليوم من خلال هذا اليوم لازم ننظر نظرة الى الماضي قليلا شوية حتى نشوف شون كان العراق وشون الان احنا موجودين نعاني من بعض يعني خلنقول المشاكل السلبية لذلك احنا ش نقول انه في هذا اليوم لازم نستغله كبداية جديدة كبداية عهد جديدة يعني نقدر من خلالها على الاقل انطمئن الشعب العراقي ونوصل هذه الرسائل وطبعا احنا ان شاء الله عدنا هذه الارادة وموجودة عد كافة الجوانب السياسية موجودة لكن احنا مثل ما نقول انه دائما في كل دولة في العالم يصير بيها بعض الخلل يصير بيها بعض الجوانب السلبية بعض المشاكل احنا نتمنى انه اليوم نقضي على كافة هذه المشاكل ونقدر نكون بلد مثل بقية البلدان ان شاء الله كما كان العراق سابقا طيب عدنا اتصال اخر فالح من واسط نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله يا فالح حبيبي اهني قناتكم هاي الكريبة الشريفة يا انا وسيلة احنا نهنيك ايضا الله يسلمك وهني الشعب العراقي على هذا اليوم يوم الوطنية يحفظكم ربي ايه والله يسترك عين ان شاء الله ويسترك خمسة الخنجر اشكرك توصل ان شاء الله تهنيتك ان شاء الله الله يسلمك وسلم لي على كريم العبطان نعم يوصل يوصل وعلى الور الحمداني وعلى إبراهيم الشيخ شيخ إبراهيم سلامك يوصل ان شاء الله شكرا جزيلا اخوة فلاح وصل سلامك ان شاء الله شكرا جزيلا اذا احبت المشاهدين احنا نقول ان اليوم يعني جد حلو اليوم لما احنا نبدأ بداية من جديد وهذه الرسائلة اللي نسمحها رسائل الحب رسائل التضامن مع كافة اطياف المجتمع العراقي ماكو فرق ما بين مسلم وما بين ايضا مسيحي وكافة الديانات الاخرى ماكو فرق ما بين سني وشيعي وكردي وتركماني وصابئي كنا اليوم احنا في بلد واحد هذا البلد لطالما حضن كافة اطياف الشعب العراقي وكافة حتى الفئات نشوف لما نتروح الى شماله ولما نتروح الى جنوبه وشرقه وغربه في كافة المحافظات نفس العادات ونفس الكرم لذلك احنا هذا البلد لازم نحافظ عليه عندنا اتصال اخر محمد من الانبار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الاخوية محمد السلام وانتو خير انا اليوم الوطني وانتو بالف خير اخوية العزيز اخوية عند وصف المناشدة الانوار حمداني نعم تفضل اخوية قالوا على قانون عفو العام جل والاعمال قانون عفو العام ماكو طيب وانتظر يوم عن يوم قانون عفو العام والله يخلي يقصوا الصوت للانوار حمداني ان شاء الله اخوية العزيز ان شاء الله الزمي الانوار ما يقصر وان شاء الله كل جهة مختصة وكل جهة تتابع البرنامج ايضا ما يقصر وصوتك يوصل ان شاء الله شكرا جزيلا قوية محمد يعني احبت المشاهدين طبعا احنا في برنامج استودو الناس دائما احنا مثل ما ذكرنا انه نحب نوصل يعني مناشدات الناس اللاجئات المعنى ونتمنى انه تكون الها متابعة حقيقية اتصال اخر صابري من النجف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله احب اهني كل العراقيين نعم يا رب ان يحفظوا العراق واهله ونطلعين الى مستقبل اكثر اشراقا ان شاء الله يا رب من اجل رفع هذا الوطن الفخر والشمخ لوطننا الغالي وكل عام ووطننا للحبيب واهله بألف خير اتمنى ان يفرح كل العراقيين بهذه الفرحة الاليمة يا ربي احب اناشد وزير التعليم العالي بان اقول لبنتك محتاج ان اتقابلك طالب مرحلات التحليلات احبا بان اقابل السيد وزير التعليم العالي يا ربي ان شاء الله كل عام انت بخير اختي العزيزة وان شاء الله صوتك يوصل شكرا جزيلا احبت المشاهدين احنا دائما هذا هو برنامج استوديو الناس نستقبل ايضا رسائل والتهاني في خلال هذا اليوم في خلال هذه الساعة في كل يوم من الاحد الى الخميس وفي نفس الوقت ايضا نستمع اذا كانت هناك مناشدات وايضا رسائل يعني كل مواطن يحب يوجهها الى الجهات المختصة او الى جهة مختصة طبعا احبت المشاهدين في العراق احنا ذكرنا انه اليوم من خلال هذا اليوم خلينا نستغل هذا اليوم التاريخي ونقدر من خلاله انه نعرف على ثقافة وتراث البلد واثاره احنا بعيدا عن كل شي احنا في العراق عدنا حضارة وذكرناها في الحلقات الماضية وعدنا تاريخ لذلك احنا علينا نعرف الشلون نحافظ عليه وشلون ايضا انبقي شامخ مثل ما كان شامخ قبل انبقي شامخ الان ويبقى هذا هو العراق لكن مع يعني الكثير من الرسائل الاخرى والجوانب الاخرى الموجودة في مجتمعنا اليوم وخاصة عند الطلاب وعد حتى يعني فئة المتقاعدين والموظفين هناك رسائل عديدة كانوا يوجهها الى الجهات المعنية واحنا ايضا في بعض الحلقات اتكلمنا عن هذه الجوانب لكن احنا اليوم خلينا نتكلم على اليوم الوطني العراقي مثل ما ذكرنا انه العراق ربما اللي صار يعني صار سنوات عديدة مثل ما ذكرنا انه هواية مرت عليه ازمات وظروف صعبة وحرجة لكن مع ذلك قدرنا انه نخرج من هذا الواقع احنا نقول انه دائما في العراق بحاجة الى اعادة صياغة العديد من القوانين اللي بحاجة الى تجديدها وتنفيذها من بينات ايضا قانون العفو العام وبقية القوانين اخرى اللي يطالب بها الشعب العراقي فهذا اليوم خليه اليوم للشعب هذا اليوم خليه نخليه خاص فقط بمطالب الشعب ومناشداتهم بالاضافة الى رسائلهم و الى تضامنهم مع اخوانهم في بقية المحافظات عدنا اتصال اخر نعم اتفضل اخويا العزيز السلام عليكم السلام ورحمة الله اشهلا ستاة السلطان اخبارك يا انا وسهلا تشلونك والله اشهلا نحنكم ان شاء الله يفضكم رب ان شاء الله قناة الغيارة قناة الشرفاء قناة الوطنيين هذا واجب له شكرا جزيلا والله برامجكم حقيقتين كلها رايحة ومن خلالك طبعا لنما اقدر توصل يا سادة النظر الحمدل احيي و احيي غيرته و احيي شهامته و احيي نخوته و احيي وقفته و اتمنى ان شاء الله توصل صوتي نعم بيوم الاستقرار الى السلطان بموضوع السودي التاسع اللي تنوح عنا البارحة طيب شنه يوم ناشدكا العزيز بصراحة استاذ احنا انت متقف نعم والعراقيين طبعا بين ناس وثقافين وناس يعني واصلين نعم نحن نعرف أنه الاستقلال يعني عندي أصدقاء من أقولهم بلدي مستقل يعني ويقولون بلدك مستقل ويقولون لك ديمقراطية لكن والله يا أستاذ ماكو أي استقلال عندنا نعم والله أتمنى اليوم أهنيك وأبارك والله وأفرح لكن والله يا ابني والله استقلال البلد ماكو والله البلد ما مستقل والله البلد بين احتلالين والله البلد بين احتلال إيراني وأمريكي أم العزيز أنا أحس بوجعك والله العظيم وإحنا هنا في برنامج ستود الناس مهمتنا ننقل أصواتكم وإن شاء الله هذا صوتك يوصل إلى كل جهة معنية شكرا جزيلا شكرا جزيلا على مشاركتك وكل عام وأنت بألف خير أحبة المشاهدين هذه هي رسائل اليوم المتصلين نتمنى أيضا كلها اهتمام عندنا اتصال آخر أم حيدر من واسط أختي أم حيدر إذا تسمعيني نصيل صوتك صوتك التلفزيون عيوني تسلم عيونك إن شاء الله الله يساعدك ويساعدك خاتي العزيز تفضلي شونك يما سهلا نصيت يا حبيبي تفضلي إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير إن شاء الله وصحة وسلامة وآمين الجاه النبي محمد إن شاء الله يستر على العراقيين كافة من جنوبها الشمال آمين يا رب استر عليكم وعلى نور الحمداني لأن يوصل الصوت المظلوم في دول قلبكم سلم قلبكم العزيزة شكرا جزيلا على مشاركتش ويوصل صوتش أيضا إذا أنا حبة المشاهدين طبعا إحنا اليوم في برنامج استوديو الناس إحنا دائما نقول برنامج استوديو الناس مهمته هو نقل مشاكل الناس إلى الجهات الحكومية والجهات المختصة فنتمنى اللي عنده مناشدة اللي عنده قضية يوجهها إلى الجهات المختصة حتى نقدر أيضا إحنا نقدر من خلالها نوصل أصوات الناس عندنا اتصال آخر أم وسامل الأنبار أم حسام نعم كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير وإلى خاسفة تهني إلى خاسفة والشيخ خميس الخنجر والشعب العراقي خاسفة من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغا تحية مني إلهم إن شاء الله كل عام وهم بألف ألف خير وأنتم بمليون ألف خير وسلام خاسف الشيخ خميس الخنجر وتهني زميلة الغالي محمد الكوبايت أمانة وصلت لي وتحية لكم جميعا وكل الكادر وغنات الفلودة رب محييك وكل عام انتبعوا في خير شكرا جزيلا حسام يوصى صوتك إن شاء الله أحبت المشاهدين طبعا إحنا لكل شخص إلى حرية يوصل رسالته إلى كل شخص وإلى كل من يرغب نحن اليوم في برنامج ستود الناس قلنا هذه الحلقة خاصة شنو عدكم رسائل شنو عدكم مطالب تقدرون من خلالها أيضا تتصون وشاركون بآراءكم نرجع إلى أيضا قضية أخرى قضية جدا مهمة طبعا وإحنا لا ننسى أنه في هذا اليوم قبل قليل أخذ ذكر قال أنه أنا ما أقدر للأسف أنه أهنيك أو أهني العراقيين يحس بوجع ويحس بألم بداخله بسبب عنده ظروف صعبة وقد يظن أنه اليوم هواية من المواطن العراقيين يظنون أنه هما ظلموا في بلدهم ويحسون بوطنهم وهذا الشيء اللي احنا أيضا نريد نستغله من خلال هذا اليوم من الجهات المعنية أنه توصل للإطمئنان للمواطنين أنهم فعلا في بلد يضمن لهم حقوقهم عندنا اتصال آخر أيهم من الأنبار السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله سحية إلك وإلى كادر قناة الفلوجة الموقع عليهم الدويش أصغر ناشط رياضي وكاتب مولي في محافظة الأنبار شرفنا بك خويل عزيز الله يسلم أكثر نهنيكم ونهني الشعب العراقي من خلال قناتكم بحلول اليوم الوطني السعيد في العراق كافة ونهني الشعب العراقي أيضا ونتمنى يعني احنا أستاذ مداخلتي أيضا ويالتهنيام اليوم الوطني هو التوصيل رسالتي للأستاذ أنور الحمداني أنا أمثل الشباب في محافظة الأنبار كأصغر ناشط رياضي وكاتب مولي في محافظة الأنبار من الموليد 2006 واستقبلت من قبل السيد الرئيس واستقبلت من قبل السيد المحافظ والمدراء العامين وطلبت من المراسل من قناة الفلوجة في مدينة الفلوجة هو أن يستغفني الأستاذ أنور الحمداني في برنامج استوديو التاسعة في حلقة من الحلقات ولو بدقاء ما قصدك بخصوص العفو العام؟ نعم قصدك بخصوص العفو العام مناشدتك؟ لا أستاذ ليش قصدك بخصوص العفو العام قصدك بخصوص العفو العام كما نرى قصدك بخصوص العفو العام قصدك بخصوص العفو العام نريد أن نوصل إلى حلول ونريد أن نوصل إلى واقع أفضل من الواقع الذي نعيش فيه دائما نقول بالعراق لدينا إمكانيات وعندنا مساحة كافية حتى لبناء المجمعات السكنية حتى كل ما نرغب في استثماره وتحسين الواقع على البلد لكن نقول أن نعاني من بعض العجز الموجود عندنا كل هذه القضايا كل هذه المسائل اليوم قضيتنا قضية رأي عام وهذا اليوم هو يوم العراقيين كافة ولهذا نتمنى يكون أكو استماع أكو استطلاعات رأي للمواطنين في كافة المحافظات نشوف من خلال هذا اليوم شنو المحتاجي شنو اللي يريدوه حتى نقدر شوية شوية نخفف من الواقع ليش أنه إحنا حتى نقدر نبقى مستمرين في نفس الثبوت وفي نفس التباتي اللي إحنا وصلنا إلى عفوا اليوم إحنا حتى نوصل إلى قضية جدا مهمة وهي أنه إحنا شون نحافظ على صورة البلد طيب نأخذ اتصال أبو عمر من بغداد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي أبو عمر أسعدك أن تحفظ بلدنا وتنعم عليه الخير وتدفع عننا النقم وفي ترزقنا حلاوة الحياة إن شاء الله آمين يا رب إن شاء الله إن شاء الله نقول الوطن هو الأمن والسكينة والحرية وفي السياسيين لم أعفوت ولم أعقد على أحد أرحت نفسي من هم العدواتي الله هذه الأشياء التي أقولها داعي نعم قطع الاتصال لأن تجعلنا نظر حياة جميلة نعم والله يا أستاذنا العظالي قسما بالله العلي العظيم لو لا الأمور أول ما تكون مقابة الله لا أسعدنا وتعالنا بأحسن حال نعم ويا أستاذين وياك وياك أخوي أبو عمر دا أستمع إلى كلامك الجميل صراحة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فرح الله شكرا جزيلا فرح الله وليس المجرمين نعم نعم يوصى صوتك وعاش تيدك على هذه الرسالة المعبرة عندنا اتصال آخر أمثائر من الأنبار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهنيكم باليوم الوطني وإن شاء الله كل عام وأنتو بألف ألف خير وأنتو بألف خير إن شاء الله وسلام خاص الشيخ خميس الخنجر والأنور الحمداني يوصل إن شاء الله جميع من وقت بالأستاذيام هذه قناة الفلوجة جميعا يوصل يوصل إن شاء الله شكرا جزيلا نعم هذا اللي ينتظر يحصل على فرصة عمل هذا اللي ينتظر أيضا يحصل على وظيفة مناسبة كل هذه الإجراءات وكل هذه القوانين المتوقفة والمتعلقة حتى بلا ربما الموازنة وبعض التفاصيل المالية هذه لازم يتم النظر فيها مرة أخرى ليش إنه إحنا اليوم في العراق دائما لما نرجع ونقول تاريخ العراق واليوم الوطني ويوم الاستقلال طبعا اليوم هواية من المواطنين راحوا بحثوا وشافوا شنو هذا اليوم وتعرفوا عن العراق كيف كان لذلك إحنا مريد نقول دائما ننظر إلى الوراء خلينا ننظر إلى المستقبل وخلينا نرسل إلى الشعب رسائل أطمئنان أنه أنتوا تقدرون تحصتون على حقوقكم المشروعة لكن ما يحصل عندنا اليوم إحنا دائما نقول والله العظيم هذه قضية موجودة حتى في العديد من المناطق وكثير من المحافظات العراقية وهو نقص الخدمات الموجود هذا أبسط شيء ممكن اليوم إحنا نطالب بي ويطالب بي المواطن العراقي من خلال هذا اليوم إحنا حتى الراجع أنفسنا لازم ننظر شنو هي المشاكل الموجودة عندنا وين الخلل وين المشكلة الرئيسية لهذا إحنا إذا نظرنا إلى هذه الجوانب وعرفنا شون الحلها شوية شوية راح نخرج بواقع البلد إلى واقع أفضل وهذا اللي إحنا نتمنىه واللي نريده ليش أنه دائما في برنامج استودو الناس مهمتنا هي نقل صوت المواطن شنو كانت مناشدته شنو كانت قضيته لذلك دائما نشوف قصص الناس وأحوالهم وللأسف تنقهر جدا قلنا مع العلم اليوم إحنا في الحلقة ما ريد نكون سلبيين ريد نكون إيجابيين دائما ونرسل رسائل المحبة إلى كافة أطياف المجتمع العراقي مع التهاني لكن واقع المجتمع اليوم واقع معروف ما يمكن أنه تتغاضع عن مشكلة أو عن أنه مواطن انسلب حقه وما قدر يحصل على وظيفة أو فرصة عمل وبقية الجوانب الأخرى اليوم المجتمع صار عنده وعي كامل صار عنده إدراك ويعرف أنه هو عايش في بيئة صعبة جدا ويعرف أنه أكو أجندات خارجية تحاول أنه تغير من الوضع لكن مع ذلك نحن نبقى نقول أنه لازم نطمئن شعب العراقي ليش؟ حتى نقدر من خلال هذا الأطمئنان نكسب مودة الشعب ونكسب ثقتهم حتى أيضا من خلال الثقة نقدر نشتغل صح وهذا هو النظام الذي يتمشي عليه كل البلدان وكل الدول أنه أكو ثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة والأهم من ذلك أكو احترام من قبل المواطن إلى الحكومة وإلى الدولة وإلى القوانين وإلى الأماكن العامة هذا الشيء إحنا صرنا نفتقده في السنوات الماضية للأسف صرنا نشوف العديد من المواطنين اللي ما عندهم اهتمام حتى بالجوانب القانونية والحكومية الموجودة عندنا ولهذا يتخذ أساليب غير صحيحة من بيناتها الجرائم ومن بيناتها أيضا الرصاص العشوائي والعنف المجتمعي وهذه التفاصيل الأخرى لذلك إحنا نقول لازم من خلال هذا اليوم نراجع حتى بعض الجرائم الموجودة عندنا وبعض الدراسات والإحصائيات السلبية للأسف أذن حتى نقدر كلها نحولها إلى إيجابية وإلى نقطة جدا مهمة ما هي المشكلة وين؟ المشكلة اليوم أنه إحنا يعني عندنا عمل بطيء في حل بعض المشاكل وهذا العمل البطيء ده يسبب إلى إيج ده يسبب إلى زيادة الأزمات وإلى خلق أزمات جديدة أيضا طيب أنت حتى تحل مشكلة لازم ما تظهر عندك مشكلة ثانية وأزمة أخرى في مكان ثاني فأنت حتى تسيطر على الوضع لازم تعرف شون تتعامل مع بقية الجوانب الأخرى واليوم أكو خطط وأكو دراسات عملية موجودة من قبل الجهات المختصة لكن يبقى الواقع هو جانب مهم إحنا ما نقول الخلل فقط في هذه المؤسسات أكو أيضا عندنا خلل بالمجتمع العراقي أنا أريد أن أوصل رسالة أيضا إلى المجتمع والشباب والرجال والنساء اليوم إحنا للأسف صرنا نتبع بعض الأساليب غير صحيحة في كافة جوانب حياتنا سواء إذا على صعيد الزواج إذا على صعيد المشاكل التربوية والمشاكل الاجتماعية نشوف أكو تعاملات ما بين أطياف المجتمع العراقي أبد ما تتصورة صحيحة للمجتمع مجتمع العراقي معروف عنه بالكرم معروف عنه بالأخلاق ومعروف عنه ببقية الصفات الحسنة لكن إحنا في السنوات الأخيرة نشوف من أبسط مشكلة صرنا نستخدم السلاح من أبسط قضية صرنا نلجأ إلى القتل والعنف وإذا نشوف تعنيف الأطفال وإذا نشوف حتى ظلم النساء واليوم حتى هواية من الشباب اللي ما يقدرون يوصلون إلى حقوقهم وما عدهم فرص عمل بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية لجوءهم إلى المخدرات وإلى السلاح المنفلت هذه القضايا كلها اليوم إحنا نقول أنه كان أكو خلل في بعض الجوانب لكن المجتمع العراقي مسؤول جدا ويتحمل المسؤولية مسؤولية الوضع اللي وصل إلى البلد إحنا في اليوم الوطني وفي يوم الاستقلال لما نشوف كيف كان الشعب يحافظ على استقلال بلده وكيف كان يرغب بدولة مستقلة عربية إلها قانون ثابت وإلها جمهورية هم من يتحكمون بمصيرهم ما حد يتحكم بيهم لازم نأخذ هذه كدرس ونأخذهم كقدوة حتى نقدر من خلالها نحسن واقعنا إحنا ما نترك اللوم كله على الحكومة والجهات المسؤولة وإلى آخره المسؤولية الأولى تقع علينا إحنا نفسنا المشاكل اللي تصير عندنا في الوطن تصير من عندنا وهذا هو العلم العراقي أمامكم الآن أحمر وأبيض وأسود ومكتوب بي الله أكبر هذه التفاصيل الموجودة بالعلم لما تنظر إلى اللون الأحمر يرمز إلى الدماء اللي راح ضحيتها العديد من الشباب العراقية طيلت الفترات وطيلت الأزمات والحروب والسواد أيضا يرمز إلى العديد من الأيام السودة اللي مر بيها المجتمع العراقي والفواجع اللي مرت أيضا كل هذه أسباب رئيسية تخليك تعرف شون هو بلدك ولما تنظر إلى اللون الأبيض أن العراق بقى رغم كل هذه الأزمات بقى شامخ وبقى محافظ على صفائه وبقى محافظ على وحدته والتضامنه ونحن نقول أنه دائما في كل بلد أكو مشاكل يصير لكن يبقى البلد قوي ويبقى المجتمع العراقي قوي لذلك هذه الرسالة نتمنى أنه اليوم ننظر إلى العلم العراقي ونتمع عن به ونعرف يا ترى شنو يعني الله أكبر المكتوبة في وسط هذا العلم طيب عدنا اتصال آخر منا من الأنبار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أحب بها أني تكون بها المناسبة يا نا وسهلا ونحن نهنيك أيضا الله يسلمك وأهني الحكومة مالكنا كلية وهني الشيخ خميس الخنجر بهذه المبادرة الطيبة الحلوة توصل التهني إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يوم يطلعون المعتقلين كليتهم يفرحهم إن شاء الله وتوصل هذه الرسالة الأنور الحمداني أمانة الله توصل توصل إن شاء الله وأهني أنور الحمداني أول واحد توصل التهني أيضا إن شاء الله شكرا جزيلا أختينا على مشاركتك إذن أحبة المشاهدين ما شاء الله اليوم واجتنا رسائل للزميل أنور الحمداني يعني نتمنى أيضا هذه الرسائل توصل إليه طبعا إحنا في برنامج ستودا الناس قلنا أنه كل مواطن إلى حق التعبير عن رأيه وإلى حق التعبير أيضا بإرسال صوته ومناشدته وتهنئته إلى كل من يريد ليش أنه هذه هي يعني هذا هو واقع الناس اليوم اليوم الكثير مثل ما قلنا قبل قليل من أطياف المجتمع العراقي ورغم كل شيء يصير يقول لك أنا أبقى ببلدي عايش مرتاح أحسن ما أروح إلى دولة أخرى ويتم التعامل معي معي بالدرجة الثانية مواطن من الدرجة الثانية في العراق صحيح مرت علينا يوقات صعبة وحرجة لكن ماك أفضل من بلدك والله العظيم يجوز أكو أحد يختلف معي بالرأي يجوز أكو أحد عنده رأي آخر لكن آني كوجهة نظري أنه ماكو أفضل من بلدك عندنا اتصال آخر أبو أنور من الأنبار نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يامك شعيد أستاذ كل عام أنتم بخير ويامك وكل عام أنتم بخير إن شاء الله نهنيكم بعيد الوطني ونهني الحكومة كافة إن شاء الله توصل تهنئتك نهني العراقيين كافة ونهني أنور الحمداني نعم وعضاء المجلس البررمال باستخاذهم العفو العام عن الشعب العراقي المظلوم إن شاء الله إن شاء الله قريبا جدا يتم إقرار هذا القانون إن شاء الله أي والله ونحن نضرح إذا هذا عيد وطني يريد عيد وطني أنه بالعفو العام إن شاء الله إن شاء الله أخي أبو أنور والله أستاذ إذا تسمح لي أحكي لك على قصة ثنيا طلاب جامعة والله إذا تسمح لي اتفضل اتفضل أخو أبو أنور والله أستاذ الباحر الرئيس الجمهورية يصدر أحكام الإعدام وأكو طلاب ثنيا جامعة بالقرآن عشيرة بيناتهم الضاربة نعم بالله العظيم لا هم دواعش ولا هم أي شركان وين هاي القصة وين هاي القصة تحديدا هاي بالأمبار منطقة المحمدي والله واحد حكم أعدام واحد حكم مؤبد أي علاقة بداعش ماكو ولا يقربوني أصلا هم زين إش وقت هذا يعني بأي سنة تحديدا والله هاي بهاي السنين هاي بالتحرير يعني هم قلق الله والله واحد يتصيد سمش خلص حياته يتصيد سمش ما طب أهله إن أهله منطقة بيها دواعش والله العظيم يحكم به بالإعدام كراهية بالمنطقة بين العجيرة نعم ولا قطية ساكن أربيل جلها للبغداد والله يحكم وعنده أربع أفراجات حكم مؤبد طيب يعني قزدك مشاجرة ما بين اثنين وصلت إلى يا الله أستاذ أستاذ هاي عداوات من دور حجب البعض العرب الاشتراكي هذول تشاركوا هذول هذول طيب 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 وضحت الصورة إن شاء الله أخي أبو أنور شكرا جزيلا على مشاركتك يعني أحبة المشاهدين طبعا إحنا قلنا في اليوم في حلقة اليوم بإمكانكم أيضا أوصال مناشداتكم يعني مناشداتكم وأصواتكم أيضا إلى الجهات المعنية طبعا إحنا نذكر اليوم قلنا وأكو بعض المشاكل العدنة في تنفيذ بعض الإجراءات القانونية وطبعا حتى في إصدار بعض الأحكام على بعض المتهمين هذه قضية جدا مهمة وأيضا من خلال هذا اليوم نتمنى أن تكون أكو متابعة دقيقة جدا لما نصدر حكم بحق متهم لازم نخلي أمام عيني أنه ترى أنت رح تحكم على حياته فأنت لازم تحكم بالعدل وتعرف وتتأكد من الإجراءات وهذا الذي يصير عندنا للأسف أن القاضي تجي الأدلة كاملة وثابتة وما بها نقص لذلك يضطر أنه يحكم على المتهم وفق ما جاء إلى من الأدلة وذن وأيضا البراهين الموجودة أمامه طيب هذه مشكلة أخرى وهذه قضية أخرى أيضا نتمنى توصل إلى الجهات المعنية في اليوم الوطني العراقي شنو يرمز إلك هذا اليوم؟ شنو يرمز للعراقيين هذا اليوم؟ لما نريد نتمعن في يوم الاستقلال ويوم التاريخي ويوم اللي يدخل فيه العراق في عصبة الأمم كأول دولة عربية واستطاع أن يؤسس جمهورية ومن بعد هذه الجمهورية كان العراق من بين أفضل البلدان العربية طبعا بالتعاون مع بقية الدول الأخرى خلينا نشوف في فقرة الومفوغرافك أحبة المشاهدين تفاصيل بسيطة بخصوص اليوم الوطني العراقي وأيضا بكيفية الاحتفال بهذا اليوم هناك بعض الإجراءات أحبة المشاهدين أو بعض التفاصيل المهمة ما هو اليوم الوطني وكيف يتم الاحتفال به؟ العيد الوطني العراقي هو يوم يحتفل به الشعب بتاريخه وهويته وسيادته ووحدته إذ يصادف العيد الوطني الثالث من أكتوبر تشريني الأول من كل عام وهو يوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة عام 1932 فأصبح العراق دولة مستقلة رسميا وانضم إلى عصبة الأمم المتحدة كأول دولة عربية لذلك هو فرصة لإحياء ذكرى ميلاد الدولة العراقية بشكل مختصر هذه تفاصيل عن اليوم الوطني العراقي طيب كيف الاحتفال به؟ ما هي الطرق التي ممكن نحتفل به؟ أولا رفع الأعلام العراقية في المباني الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية هذه نقطة راسطر الثانيا إقامة مراسم رسمية تضم خطابات للمسؤولين والشخصيات الوطنية وتكريم للشهداء والأبطال والمبدعين ثالثا أطلاق الألعاب النارية في السماء وتزين الشوارع والساحات بالزهور والأضواء واللافتات رابعا تنظيم مهرجانات شعبية تضم فقرات فنية وثقافية ورياضية وترفيهية تستقطب المواطنين من مختلف الأعمار والفئات نشر المواد الإعلامية التي تبرز تاريخ العراق وإنجازاته وتحدياته وتحث على المحافظة على الوحدة الوطنية والديمقراطية تفعيل دور المدارس والجامعات في تثقيف الطلاب عن أهمية هذا اليوم وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة المختصة به طبعا هذه الخطوات أحبة المشاهدين وهذه الطرق التي تم تحديدها من قبل بعض المختصين وأيضا للمواطن حرية الاحتفال لكن من دون استخدام إطلاقات نارية رجاء خلونا بعيدين عن السلاح نحتفل بطريقة حضارية ومدنية نوصل بها صورة إيجابية عن المجتمع أنه إحنا مو كل شي نستخدم السلاح طيب هناك قضايا أخرى ورسائل أخرى ممكن أن نوجهها إلى المجتمع العراقي وإلى الجهات المسؤولة اليوم يعني لما نتكلم عن العراق ماكو داعي نذكر أنه هو بلد النهرين وبلد النفط وبلد الغاز وبقية الخيرات لذلك ياريت إحنا نتمنى أن العراق والمواطن العراقي والشعب العراقي يتنعم ويستفيد من خيرات بلده حتى يبقى يقدر تكون عنده ثقة ببلده لا يفقد الأمل وليس عنده إحباط لأنه هذه رح تسبب وتؤدي إلى مشاكل أخرى وقد تؤدي أيضا إلى انتحار جرائم قتل عنف وإلى آخر المريض نسؤول لكم على بقية الجوانب لكن نحن نقول من خلال هذا اليوم الوطني العراقي نتمنى تكون هناك دراسة جديدة خطط جديدة مراجعة لأنفسنا نعرف شونا نتعامل مع الآخرين ما لن نحشي إلى الجانب النفسي والجانب الثقافي الآن أعتقد المجتمع العراقي عنده وعي كامل وإحنا متأكدين أنه عنده وعي كامل بكيفية التعامل في جوانب الحياة طبعا في فقات الاستبيان أحبة المشاهدين سألناكم قبل الحلقة سؤال شنو تحب تقول للعراق بخصوص اليوم الوطني العراقي خلينا نشوف أبرز التعليقات اللي جاءت أحمد كتب أنا من ليبيا أحب العراق أوي أوي ربي يحفظ العراق من كل سوء الأخ من ليبيا أيضا قدم تهنئة ورسالة حب إلى العراقيين من ليبيا أحمد كتب في تعليقه دمتم بالخير واليمني والبركات أيها البلد الكريم الحبيب تعليق جميل أيضا من قبل أحمد هناك تعليق آخر من قبل صباح نحبك يا عراق بقد المآسي المريت بيها نظل نحبك تعليق آخر محمد كتب نقول كل عام والعراق شامخ حر رغم كل الظروف في ذاك الكون ومي العيون أيضا تعليق آخر من قبل مقتدى كتب كل عام وشعبنا العراق الحبيب بألف خير هذه أبرز التعليقات أحبة المشاهدين التي جاءت بخصوص يوم الوطن العراقي ورسائل التهنئة من قبل المتابعين وأيضا استمعنا إلى رسائل المتصلين ومناشداتهم نتمنى أن تكون كانت ساعة خاصة لكل الشعب العراقي قدرنا من خلاله نوصل يعني خلي نقول فرحة العراقيين إلى الجهات المختصة الخلاصة هو العراق سليل المجد والحسب هو الذي كل من فيه حفيد نبي كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه أبي هو العراق فقل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبيح شكرا